موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة انا معي اللحمة وعليها كيلو بصل يبقى كيلو اللحمة المفروم عليه كيلو بصل ومعي الطبق الثاني فيه فلفل الوان مشكل احمر واصفر واخضر وجزرية مبشورة ومعي طمط مية واحدة بس ومعي التوابل زي ايه معي معلقة كبيرة قولي بابركة ونص معلقة صغيرة كده ملح وقرفة وجنزبيل نص معلقة ومعلقة كبيرة اللي هي الفلفل اسود ومعلقة كبيرة السبع بوهرات وان شاء الله تعملها معنا وتبقى جاهزة معاك وتبقى حلوة جدا معايا حل على البوتجاز حطيت فيها معلقتين سمنة والسبتوم يسخنوا شوية وانزل عليها بكيلو البصل تمام اقلب البصل مع السمنة وطبعا زي ما تعودنا مع بعض عشان خطر ادبل البصل بسرعة معايا بانزل عليها برشة ملح دي بتسرع معاك تدبيل البصل بسرعة وبعد البصلة تدبل معاك شايفة بقت حلوة كده معايا انزل عليها بكيلو اللحمة ومحطش اي حاجة على اللحمة الا ما اللحمة اللون هيغير معايا بالمنظر ده كده اقلب اللحمة مع البصل خلاص اللحمة اغيرت معايا هي وقلبتها كويس مع البصلة ابدأ بقى الوقت احط عليها الجزراية جزرة او جزرتين كده مبشورين احطهم على اللحمة علشان خاطر تدبل معايا مع الاي اللحمة وتبدأ تستوي معايا واقلب اللحمة مع الجزر كده بالمنظر ده اللحمة برضو هنا على فكرة والخضر والحاجات دي بيزود الكمة الغذائية قوي وكمان بيدي شكل حل بعد ما قلبت الجزرة باللحمة هضيف عليها بقى الطماطمية واحدة بس اللي احنا ايه اطعناها مكعبات ما تكتريش الطماطمية طماطمية واحدة على كله اللحمة على فكرة بيتعلي تست اللحمة بيديها طعم حلو جدا يعني طماطمية واحدة بس هيفرق معاك في الطعم اجربيها وان شاء الله تعتمدي على الطريقة بتاعتنا دي وتبقى حلوة معاك خلاص كده قلبت اللحمة واللحمة ومع الجزرة مع الطماطم انزل بقى الوقت عليها كده بالبهارات وما تنسيش رشة لس معالها صغيرة كده سكر بتخلي اللحمة حلوة جدا بتدي حلوة للحمة كده بتديها طعم حلو وكمان بتسرع عملية سوى اللحمة واديهم تقليبة مع بعض كده التوابل بقى مع كل الحاجات اللي احنا حطناها على اللحمة الجزرة والطماطم والتوابل والبصل كل الحاجات دي عشان تحلوة معاك واغط الحلة علشان خاطر ياخدوا يد مع بعض شوية اسبها كده دقتين تلاتة او خمس دقائق بعد ما اسبتهم خمس دقائق ياخدوا يد مع بعضيهم اديها تقليبة تاني واخر حاجة باضيفها الفلفل الالوان احمر واصفر واخدر ومعاهم كده قرنين كده فلفل حرقين اللي هو الفلفل الحرق علشان خاطر الفلفل الحرق ده بدي طعمه ورحة حلوة ولكن لو بيش حابة تحطي الفلفل الحرق بلاش تحطيه هنا بقى الوقت اللحمة لما بضيف عليها الفلفل الالوانات والحاجات دي كلها طبعا احنا عارفين طبعا اللحمة بروتين لما بتزودي على الخضار بتزودي اللحمة كيمة غذائية عالية جدا زائد كمان اللي انت بتديها شكل حلو جدا كده تبقى جاهزة معاك لكل الصواني فيها الخضار بتاعها وفيها الفايدة بتاعيتها وتبقى معاك تمام التمام وكمان من الحاجات الحلوة قوي اللي هي اللحمة المفرومة دي لما بتجيبي كيلو تعملوه وتعصاجيه والله بيرمي معاك بيبقى 2 كيلو يعني من الحاجات الحلوة والموفرة اغطى على الحل ديتم بالزبط كده علشان خاطر الفلفل ما يتريش معايا وبعد ديتم بالزبط شايفة بقى بالمنظر ده وديها تقليبة علشان خاطر الفلفل معايا ما يتريش ويبقى حلو يبقى الفلفل حلو كده ومصحصح معايا كده ويبقى شكله حلو حتى لما تيجي تشتغل بيه في الصواني يبقى شكله حلو معاك اللحمة هي معايا بقت بالشكل الجميل ده والفلفل الالوان يزود حلوتها في الشكل وفي الطعم وكمان في الكمهة الغذائية بتاعتها اللحمة معايا خلاص انا عملتها هي وبقى الجاهزة معايا لكل الصواني معاك هتبقى هايلا معاك جربي طريقتنا النهاردة وجهزيها وحطيها في الكياس على قد الطبخة بتاعتك وحطيها في الفريزر بحيث لما تيجي تطبخي بيه تبقى جاهزة معاك هتوفر معاك الوقت والمجهود لايك وشير للفجر لو عجبكو مع تحيات نجا لاشين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا